سلام عليكم طلبة الله سنوي اهلا بكم معاكم دكتور مصافي علي بازن الله هنبدأ نكمل مع بعض منهج الفيزيكس والنهاردة هندخل في شابتر تو في يونت تو اخر حاجة طبعا احنا اخذناها مع بعض كان الجزء بتاع شابتر وان اللي كان بيتكلم عن وفهمنا يعني ايه موشن ويعني ايه ويعني ايه ويعني ايه تمام? اه هنبدأ نكمل بقى النهاردة في شابتر تو هناخد حاجة اسمها طيب يعني احنا دلوقتي هنبدأ نشتغل على بشكل عام بمعنى ايه بمعنى ان انت مثلا خدت في كان معاك حاجة اسمها كان معاك كان معاك كان معاك الحاجات اللي انت خدتها كلها في شابتر وان اللي كان بيتكلم فيها عن هتبدأ انت تشتغل بالحاجات ديت وتعمل ما بين كل ده تمام? في صورة علشان كده الشابتر بتاعنا الجديد ده بيتكلم عن حاجة اسمها تمام? طيب ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة بازن الله آآ بس قبل ما ابدأ في الشرح انا عايز اعرفك بس حاجة صغيرة ان انت الفيديو دوت هو هيكون كبير شوية وتويل معاك شوية تمام? ليه? لان انا مش هشرح اول اللي سن بس لأ انا هشرح لك اللي هو اللي سن وان في شابتر تو وهنبدأ في برضو حاجات تانية آآ انا اخدها اللي هي على مين? على اللي احنا ايه اللي احنا نشرحها تمام? آآ فاحنا هنشرح وكمان بتاعتها وبعد كده في تكملة اللي هو هنبدأ ننزله فيديو تاني لوحده وبعد كده وبناخد الجزء بتاع الفورس في فيديو تاني يعني انت بعد الفيديو اللي انت هتشوفه دوت بازن الله معاك فيديو هين كمان وتكون مخلص المنهج بتاعك خلاص? طيب اول حاجة في الفيديو ده انا هشرح وبعد ما خلص هنحل على هقول لك وهعرفك ان انت توقف شوية حيس ان انت تحل على الجزء دوت اللي هو ديت تعرف ازاي تحل عليها ويتدرب نفسك كويس وبعد كده بترجع تكمل الفيديو على خلاص? طيب تعال كده نشوف احنا عايزين نقول ايه عن اه مبدئيا انت لازم تعرف ان انت معاك لازم هتشتغل عليهم تمام? طيب دول انت هتعمل ما بين ايه و ايه مبدئيا انت معاك بيكونوا على الطايم فبنسمي ديت ان هي اه تايم ديبندنت تمام? هي بتكون ديبند على الطايم فبنسميها تايم ديبندنت تمام? طيب في ايكويشن اللي هي تايم ان ديبندنت يعني ما بتعتمدش على الطايم بمعنى ايه? بمعنى مسلا ان انت كموشن معاك بيتحرك. الابجيكت ده لما يبدأ ايه حصل له? الموشن فاكيد هيبقى ليه حاجة اسمها ايه? لينير فلستي. ليك حاجة اسمها الفلستي اللي انت خدتها. الفلستي بتاعتك دي كانت اكوال تايم تمام? وبعد كده خدت انت الاكسلريشن اللي هي الريتوف تشانج ان الايه? الفلستي الاكسلريشن اللي هي الدلتا في اوور الدلتا تي. انت من سواء الرول بتاع الفلستي او الرول بتاع الاكسلريشن هتبدأ تطلع ثري اكويشن زدود. خلاص? طيب اول الاكويشن اللي هي الفيرست اكويشن ديت انت هتبدأ تعمل مع حاجتين بتوين مين ومين؟ الفلستي والطايم. عنا قلت لك فيه تو ايكويشن ببند على الطايم يعني لازم يبقى ما موجود فيهم ايه؟ موجود فيهم الطايم. فهنا هيبقى معك الفلستي والطايم. الهتشتغل على Tesla's with time. لان انا قلت لك فيه اثنين 같은데 على الطايم تمام؟ 우리신غيرشن ديت على ايه الطايم ملهاش دعوة بالطايم. طيب هيكون ايه? اللي انت هتبدأ تعمل اه بينهم هتبدأ تشتغل بقى. انا دلوقتي بقول لك وطايم بعد كده بعد كده بقى هيبقى معك وفلسطي. خلاص تمام? طيب مهمة جدا تفهم ازاي بتجيب الرول بتاع كل انت هتفهم علشان خاطر وتعرف يعني تفتكر الرول ده كويس تمام? طبعا بعد ما انت هتفهم وازاي يجبن الرول وازاي بنشتغل به مطلوب منك ان ان انت تحفظ الرول ده كويس. التلات كونين دول مهمين جدا. ليه? علشان هما اللي هيحلولك كلها بتاعة الجزء ده معك بس هما اللي هيحلوا كل اللي موجودة هنا تمام? ولما ندخل برضو في النهاردة هتغير بس حاجة بسيطة في ديت تديك تانية على الجزء بتاع اللي هو بتكلم عن حاجة اسمها وبيتكلم على ودي حاجات بسيطة جدا بازن الله خلاص? فافهم معي كويس الجزء دوت علشان بعد كده مش هتحس ان انا بشرح حاجة في تمام? طيب اول حاجة عايزين نبدأ بالفرست اكوشن. والفرست اكوشن انا قلت لك ان هي دبانت عالتايم وهتبدأ تعمل بتوين حاجتين. مين ومين? معاك الفلسطي ومعاك الطايم. جميل. طيب ازاي اعمل الاكوشن ديت? تعال كده نشوف ازاي نجيب الاكوشن ديت كبروف. اول حاجة مسلا دلوقتي انت كنت واخد الاكسلريشن. طيب ايه الرول بتاع الاكسلريشن? الاكسلريشن اللي هي الاي ديت كانت بتبقى ايكوال الدلتا في اوفر الدلتا مين? الدلتا تي. طيب بالنسبة ليه الدلتا في. اللي تشانج ان فلسطي. اللي تشانج ان فلسطي ده انت كنت بتيجي تقول لي ان الدلتا في ديت هي ايكوال الديفرانس بتوين حاجتين. في حاجة بنسميها الفي اف اللي احنا بنقول عليها الفاينال فلسطي. وفي كمان حاجة اسمها الفي اي اللي هي في انيشيال. الانيشيال ايه? فلسطي. طيب بتبدأ تعمل ما بين الاتنين دول ايه? بتعمل مينس. يعني لو انت عايز تجيب الدلتا في. بتعمل الفي اف مينس الفي اي. في فاينال مينس الفي انيشيال. تمام. طيب بالنسبة للتايم ما انت برضو معاك دلتا تي. فاكيد دلوقتي كدلتا تي هتعمل التي تو مينس التي وان. انا اتفقت معاك في كل الفيديوهات وكل الشرح وفي كل حتة بنشرح فيها. قلتلك ان انت كدلتا دايما عبارة عن ديفرونس. ديفرونس مين مينس مين? الساكند مينس الفيرس. يعني اي حاجة تشوف عندها الدلتا تعرف ان انت تاخد الساكند كيز مينس الفيرس كيز. طيب. انت دلوقتي بتقول الدلتا تي اكوال التي تو مينس التي وان. انا دلوقتي هبدأ امسك الستوب ووتش بتاعتي. وابدأ احسب من عندها الطايم. تمام? يبقى في اللحزة اللي انا بدأت احسب من عندها الطايم. كده التي وان انا بدقه من الستوب ووتش بكام بادئ من عند الزيرو. يعني معاك التي وان ده كده ان هو هيكون بكام اكوال زيرو. فبالنسبالك الدلتا تي هتبقى اكوال اتي تو مينس زيرو بايه? بالتي تو. يعني الدلتا تي هي نفسها ايه? هي نفسها تي. ده لو انت اشتغلت بالتي وان بكام اكوال زيرو. وده اللي عليك يعني. خلاص? طيب انا هستفاد ايه? ان انا اقول الاكسليريشن الايه اكوال الدلتا فيه اوفر الدلتا تيه. تعال اعوض بيه الحاجات ديت. يعني لو جيت قلت لك مسلا هنا الدلتا فيه هتشيلها وتحط مين? الف مينس الفي اي. يبقى في فاينل مينس الفي اي انيشيل. اوفر مين? معاك الطايم قلت لك الدلتا تيه? خلاص هتبقى هي نفسها ايه? هي نفسها تيه. طيب انا عايز بقى الفيرست ايكوالي اللي هبدأ اعمل ما بين حاجتين. مين ومين? قلت لك الفلوستي ويه الطايم. طيب معاك دلوقتي هنا في فاينل مينس في انيشيل ديفايد الطايم. والصايد ده فيه ايه بس اللي هي الاكسليريشن? هتبدأ تعمل ما بين الاتنين دول. يعني هنا الاكسليريشن ديفايدت ون يبقى ون في الفي فاينل مينس في انيشيل. يطلع لك الفي فاينل مينس الفي انيشيل. هيبقى ايه طايمز ايه? التي. يبقى ايه طايمز تي. دلوقتي انا هخلي الفي فاينل ديت كده الوحدها في صايد. يعني لو انا عايز الفي فاينل ديت يبقى هتكون ايكوال مين? اكيد همسك ال في انيشيل ووديها هناك وغير الصايم بتاعتها. الصايم بتاعت ال في انيشيل هنا هي بالناجتب. تروح هناك بايه? بالبسطف. يعني هيبقى معاك في انيشيل بلس ال ايه طايمز ايه طايمز التي. وهي دي بالنسبة لك كده الفيرست ايكوشن. الفيرست ايكوشن بتاعتك اللي انت هتشتغل بيها. اللي انت عملت بيها ريليشن بين حاكتين. ال في فاينل ويه الطايم. اللي هي الفلوستي مع الطايم. تمام? طبعا ال في انيشيل اللي موجودة معاك ديت. انت لو هتبدأ لو هتبدأ ستارت اتس موشن. انت كابجيكت مسلا ستارتس اه ستارتس الموشن بتاعتك هتبدأ الموشن من الريست بوزيشن. يعني انت كنت اترست واقف في مكانك. فاكيد الفي انيشيل بتاعتك زي الكيزيس اللي احنا قلناها اصلا في الجزء بتاع اليونيفورم فلوستي. الجزء ده اكيد انت فاكر. الفي انيشيل لو انت هتبدأ من فالفي انيشيل بتبقى كام? بتبقى بزيرو. لو انت هتوقف فالفي فاينل هي اللي بتبقى زيرو. طيب. كفي انيشيل ممكن تبدأ تبدأ انت من وتبقى زيرو. وممكن تشتغل بيها يعني تبدأ من عندها. يعني انت مسلا ماشي. ماشي عادي. وليج فلوستي. في لحزة مسلا ما الفلوستي بتاعتك كان ليها معينة. انت هتبدأ من عندها بقى تشتغل. يعني تعتبر ان هي الفي ايه. الفي انيشيل. تمام? يبقى زي ما انت شايف دلوقتي قدامك كده. الفيرست لو او الفيرست اكويشن. معاك الفي فاينل هيبقى ايكوال الفي انيشيل بلس ال ايه اللي هي الاكسليريشن طايمز التي اللي هو مين? اللي هو الطايم. دي كده الفيرست مين? الفيرست اكويشن. خلاص? طيب تعال نشوف كده الكلام ال. في البوكلت هنا. في الكتاب. بيقول لك دلوقتي الفيرست اكويشن هي بتوين الفيلوستي وايه. الفيلوستي والطايم. طيب بيقول لك ان انت هتبدأ تشتغل بايه? بالاكسليريشن. اكوال الدلتا في اوفر الدلتا تي. وزي ما قلتلك ان الدلتا في هي عبارة عن الفي فاينل مينس الفي انيشيل. ومعاك الدلتا تي هي تي تو مينس تي ون. اشتغل بالتي ون اكوال زيرو اك انك لسه هتبدأ. يعني دلوقتي الدلتا تي هي نفسها تي. تعال اعود بقى زي ما عوضنا كده. الدلتا في هتشايلها وتحط ال في اف مينس. ال في اي. ال في اي. دفايد الدلتا تي اللي هي هتبقى بتي يبقى الاي اكوال في اف مينس في اي اوبر التي. كروس ملتليكيشن يبقى الاي في التي اكوال ال في فاينال ماينس ماينس ال في انشيال. هتودي ال في انشيال هي بالناجاتف تروح بالايه? بال بالباستيف. فيطلع ليك الفيرست اكوشن الرول بتاعه هيبقى ال الفي اف اللي هي ال في فاينال ايكوال ال في ايشن ال بلاس ال ايه. طايميز التين. خلاص سمام? طيب بالنسبة للجرافيكا الربزنتيشن للفيرست اكوشن ديه. لو انا جيت دلوقتي قلت لك ان انت عايز تعمل جرافيكا الربزنتيشن في وايه وتين. الفلسطي هتحطها فين? اكيد من الجرافيس اللي احنا شرحناها قبل كده. هتفتكر ان كان بيبقى موجودة على اللي هو لكن او لو احنا مسلا نشغلين دلوقتي بالفلسطي. الفلسطي كانت بتبقى على اللي هو يعني معاك هنا الفلسطي هتحطها على ومعاك الطايم هتحطه على طيب افتكر الرول اللي يسا كاتبه ان الفي فاينل اكوال الفي انيشيال. ايه? تمام? انا انا ممكن ابدأ ابدأ الموشن بتاعتي وانا اصلا كنت يعني واقف مكاني في الكيس ديه هتبقى ايكوال زيرو او ممكن تشتغل بالانستنتينيس فلسطي. يعني لحظة ما انت كنت ماشي بالفلسطي معينة بدأت من عندها تشتغل يعني هيبقى ليك غير الزيرو. يعني ممكن يبقى معاك توكيزز دلوقتي. ان انت دلوقتي معاك الفي انيشيال الفي انيشيال الفي اي ديه ممكن تبقى ايكوال زيرو? ولو هي ايكوال زيرو طبيعي هتلاقي بتاعك للجراف بدء من عندي ايه? بدء من عندي الزيرو. طيب انت دلوقتي بدأت من عندي الزيرو بتعمل بتاعك. خلاص? طيب انت دلوقتي لقيت ان ديت لها غير الزيرو. يبقى هي مش بتساوي ايه? الزيرو. فما ينفعش تبدأ من عند ايه? من عند الزيرو زي هنا. لأ انت تبدأ برقم اعلى من ايه? اعلى من الزيرو. يعني مسلا طلعت فوق بالشكل ده. ان انت مسلا تيجي في المكان ده تبدأ من عنده. يبقى اللي انا بدأت من عندها هنا. وفوق خالص هيبقى معاك وهنا هيبقى هيبقى معاك ايه? الطائم. يبقى التو جرافس دول معاك ممكن مرة بزيرو او ما بتكونش ايه? خلاص? طب لو انا حبيت اجيب السلوب. السلوب بتاعك السلوب. انت كسلوب دايما بتجيب دلتا ايه? الدلتا ايه? الدلتا اكس. يعني معاك هنا الدلتا واي. الدلتا واي فيه مينس ال vie enitial? مين في فينل? مين ال vie? ما هو ما هي هي ال لي تشانج؟ يعني؟ الدلتا. يعني معاج ده دلتا في. يبقى دلتا في ما هي هي? يبقى ال اسلوب هنا يطلع? تمام؟ هنا ادي فوق ال وحين الفينيشيال هتعمل بينهم ايه מίνز يعني الفينيشيال اللي هي برضو الدلتا ايه الدلتا بي فاينا المينز في انيشيال اللي هي دلتا بي دifaيد الدلتا تيه فاكيد برضو هيطلعليك الليوب هوا خلاص تمام. بكدا كانت الفينيشيال ايه? الفينيشياشيالmann إيكويتشن بتاعتنا نعرف الايكويتشن مهمة ان هي الفينيشيال يعني في الاخر خالص تليعلك نشوف دلوقتي وازاي ممكن نعمل لها بنفس الكلام ونشوف هي هيبقى يعني هيبقى الرول طالع عامل ازاي تمام انت هتبدأ تعمل بتوين الدسبلسمنت والتايم الدسبلسمنت والتايم يبقى هي دبند على التايم تمام طيب هتشتغل ازاي افتكر كده ان انت كان معاك حاجة اسمها افاريج فلستي افاريج ايه افاريج فلستي طيب ارجع كده بدماغك وراجع الرولز كده اللي انت خدتها في الجزء بتاع الموشن وطلع لي معاك كم رول معاك كم رول للأفاريج فلستي لو جيت تراجع دلوقتي هيطلع عليك ان انت معاك الأفاريج فلستي ممكن تبقى ونفسها ممكن تقول لي ان ديت هي يبقى انت معاك هي حاجة من اتنين يا اما يا اما طب انا هستفاد بايه من هنا ان انت دلوقتي معاك اللي اتنين دول افاريج ايه افاريج فلستي يعني معاك زي بعض يبقى اكيد يعني دلوقتي هيبقى طيب انت ممكن تستفاد بايه من هنا انا ممكن استفاد في حالة واحدة ايه هي ان انا امسك ال V final ال V final ديت واعمل فيها ايه ال V final ديت انا لسه جايب لها ال first equation ان هي بتبقى ايقوال مين افتكر كده ال V final هي ال V initial plus A في T تعال اشيل ال V final وحط مكانها ال V initial plus A في T فيطلع عليك ال D over time equal مكان ال V final هتلاقي V initial plus A في T طيب مين بعد كده كل ده كام طب مش واخد بالك من حاجة ايه هي ان انت معاك هنا V initial plus A في T plus V initial يعني معاك كان V initial معاك اللي اتنين دول V initial وV initial يبقى يعني انت ممكن تشيل ديت وتكتب هنا ايه ان هي في تمام يعني كده ال D over time equal to V initial plus ال A في T تعال اقسم لي الفراكشن ده لو انت عايز تقسم الفراكشن ده يبقى هاختار T over two V initial over two في plus ينزل وهاختار ال A في T over A over two A T over two كل ده هيكون adore هنا D over mine over time طيب معاك هنا 2 يكنسل التو. يعني يبقى ايكوال. هنا تبقى بس. ايه في اللي هي هاف اي من اي تي. طيب انا عايز اخلي مشانا بقول لك هنا فانعايز اخلي الوحدها برا. اعمل ايه? انت هنا يبقى اعمل هنا وهناك التانية لو انت عملت هنا فالتي هتكنسل ايه? هتكنسل التي. تمام. اعمل بقى هناك يبقى دلوقتي يطلع عليك تطلع عليك كده. ان الدي هيبقى ايكوال ايه? هنا هتعمل يبقى عادي. في ايه? في بلس. بعد كده ايه? بس برضو التي ديت لما تيجي تعمل للي هنا. التي تايمز البي وبعد كده ايه? الا في التي. ايه السبب في كده? ان انت في هنا بلس. لو كان اصلا في هنا تايمز كنت انت اتها تتعمل تايمز في كله على طول. لكن وجود البلس دوت يخليك ان انت تاخد التي تايمز البي مرة وبعد كده. طايمز ايه? التي. ايه? التي. التي في التي تطلع كام? تي سكوار. يبقى انت تحطتوا لي هنا ايه؟ تحط التى سكوير فتطلع لك الساكند اكوشن بالشكل ده ان انت معاك الـ. تدي برا ايكل؟ الـ. يبقى ده بالنسبة لك الساكند ايه؟ ده كده بالنسبة لك الساكند مين؟ الساكند اكوشن. زي ما انت شايف اهو هتبدأ تشتغل عن وإيه? وطيب هتشتغل تبدأ شغلة بالأفريج الأفريج فلوستي الأفريج فلوستي أو هي هتبدأ تقول لي ان فيطلع عليك بالشكل ده ان انت فيطلع عليك تو وفي انشيال يبقى كل ده بره تقسم دي على الاثنين يبقى تطلع بإيه؟ بره معك بره معك كده عرفناه طيب لو حبيت اعمل هنا بتوين مين ومين هناك كان وطايم هنا بقى انت شغل على ايه؟ طيب كدسبلسمنت وطايم دلوقتي انت هتحط على على طيب حطينا وحطينا وحطينا الطايم بس خلي بالك ان الطايم مش هتحطي تي بس شايف انا عمال اعمل لك هنا ايه؟ بص كده هتلاقيها تي سكوار ليه؟ لان الاكويشن نفسها ادي بره تمام هنا بقى طايم ولا طايم سكوار طايم سكوار فخلي بالك ان انت في لما تعمل يبقى مفيش مشكلة لكن على الاكس اكس دوت هتبدأ تحطي تي سكوار خلاص طيب السلوب من هنا تجيبه ازاي؟ السلوب من هنا انت دلوقتي معاك هنا والله ممكن نفس الكلام وابدأ من الايه ابدأ من العمال الزيرو الزيرو من عند الزيرو او ممكن ال في انتشال تبقى وابدأ من فوق الزيرو فخلاص زي ال nothing انا مثلا هنا هشتغل على الانشل ايكول زيرو هطلع الاسلوب. لو انت عايز تجيب هنا هنا كده. الاسلوب معاك الانشل بزيرو. الانشل بزيرو يخليك الامونت ده كله بكم? معاكو في نشل بزيرو. زيرو في تي تطلع كام? تطلع زيرو. يبقى معاك الدي ايكول هاف ايه تي سكوار. انت عايز دلوقتي ايه? انا عايز الدي الدي اللي هو دلتا اي اوفر التي سكوار اللي هي الدلتا ايكس. طب ما انت لو عايز ايه? عايز دي اوفر تي سكوار. تعال على الرول بتاعك امسح الدي وامسح التي سكوار. مساحنا دلوقتي الدي مساحنا التي سكوار. ايه اللي فضل عندك? دي طريقة تحل الاسلوب. اللي فضل عندك هاف ايه? يبقى الاسلوب بتاعك تلعب ايه? بهاف ايه. من غير ما تتعب نفسك. خلاص سمام? يبقى انت هنا طلعت الاسلوب. دلتا دي اوفر دي اوفر دلتا تي سكوار ايكوال الهاف مين? الهاف ايه. ده كده? دي كده اللي هي الساكند مين? الساكند ايكويشن. طيب من ضمن الحاجات المهمة برضو اللي انت لازم تبقى اخد ملف منها في الساكند ايكويشن. تمام? ان انت كرول مسا ممكن تجيبه من الجراف بتاعك. ازاي? في حاجة لاي جراف او اي كارف بنسميها او ازاي بنجيب من اي جراف? بص كده معي وشوف انا هشتغلها ازاي. دلوقتي مسلا انت معاك الجراف الجراف دوت جايب لك الفي اللي هي الفلسطي على ومعاك على ومعاك هنا الفي ومديك ده يقول لك ان بتاعك دوت ماشي بايه? تمام? طيب انت دلوقتي ايه? شايف انت الفيجر ده? هتلاقي دلوقتي مسلا دوت الاريا اللي تحتيه. الاريا اللي تحتيه اللي هو المكان ده كله. يبقى المكان ده كله ده اللي احنا بنسميه الاريا اندر زا ايه? اريا اندر زا كارف. تمام? طيب ازاي تيجيب الاريا اندر زا كارف مسلا من الشكل ده? انت بتبص على الشيب بتاعك. يعني انت دلوقتي دوت. لو تكمل تكمل الفيجر بتاعك مع بالشكل ده. الفيجر اللي انا رسمته من الاريا اندر زا كارف هنا بالنسبة لك كده يقول لك ان انت معاك طيب لو انت معاك في هنا في هنا طيب عايز ايه دلوقتي انا عايز الاريا. الاريا هنا تبقى ايكوال ال ال طايمز الواتس. ماشي. طيب تجيب اللانس ازاي? وتجيب الواتس ازاي? بتبص دلوقتي على ال 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 دوت هو او اللاين ده. طيب اللاين ده كله براي اللي مين? لل اكس اجزيس. بما انه براي لل اكس اجزيس يبقى ال ال ده هو ايه. الطايم. طيب بالنسبة لك ال الواتس ده هو براي اللي ايه? للفي اللي هي الفلسطي. يبقى معاك ده طايمز الفي. الفي مين اللي عندك? الفي سابتة. ليه? يونيفورم الفلسطي. يعني مش اغال بنفس الفي اللي بدأ ايه? بيها. الفي انيشل. يعني الاريا اندر زي كيرف الجراف زي ده او كيرف زي ده كده يديك التي في الفي انيشيل او الفي انيشيل طايمز ايه? طايمز التي. تمام? طيب لقيت مسلا هو ميديه لك جراف بالشكل ده. لو لقيته مسلا رسم لك ادي جراف بالشكل ده كده. ومعاك مسلا هنا الفي ومعاك هنا التي. تمام. وبدأت من الزيرو هنا وطلعت. فين بقى الاريا اندر زي كيرف? الاريا اندر زي كيرف هتقول اللي انا هظللها بالاحمر كده. المكان ده كله اللي هو بالنسبة لك الاريا اندر زي كيرف. تمام? الاريا ديت بقى طلع لي منها شكل عشان تعرف تجيب لي الاريا بتاعت الشيب. لو جيت تمشي مع الاكس والوي اجزيس بالشكل ده كده اهو. تلاقيه طالع في شكل ايه? طيب الشيب دوت لو انت عايز تعرف تعرف مين? تعرف الاريا بتاعته بتعمل هوف في مين? في البيز في مين? في الهايت. الاتش دوت. تمام? طيب تعال دلوقتي هتلاقيه ان البيز مين? طاين. والهايت عندك بص كده. البي بس البي معاك فوق في فاينل معاك تحت البي انشيال. بس البي انشيال هناك كان بزيرو. يعني معاك البيز قلنا تايم? في مين? في الهايت بتاعك اللي هو الدلتا. الدلتا في مين الدلتا في? في فاينل ماينس في انشيال. تمام? طيب انا استفاد بايه من الجراف دوت? دلوقتي لو انت جيت مسلا على الجراف القديم بتاعك اللي هو ده. ان انت كان معاك هنا الفلسطي البي ومعاك هنا الطايم التي دي دي. بالنسبة لك دلوقتي كنت ترسم لي البي البي بالشكل ده. اللي هو كان ايه? كان برعي للايكس اكزيس الطايم دوت. تمام? طيب الاريا اندر زا كارف هنا? هنا الشكل ده كده. في الشكل ده. كنت بتقول ايه? ان هنا شكل الريكتانجل يعني هتطلع لي الاريا بتاعته كانت اللانس طايمز الويتس. يعني معاك مين? قلت لك اللانس اللي هو برعي للطايم يعني طايم طايمز الايه? الدلتا في. خلاص سمام? الدلتا في هنا اصلا هي نفسها لان انت ماشي يعني الدلتا في دي هي هي يعني معاك هنا ومعاك فوق هنا في الهاف في خلاص سمام? احنا جدنا الاتنين دول كل حاجة فيهم لوحدها. طيب بص كده على الجراف ده. الجراف ده كده. وتعال نشوف الاريا اندر زا كارف نجابها ازاي منه? انت دلوقتي معاك? لو طالع من هنا كده. اللي هو شكله عامل ازاي? معاك اهو? طالع كده. فالمفروض الاريا اندر زا كارف بالنسبة لك الجزء ده كله. اللي تحت ده كله. طيب الشيب اللي ممكن يزهر لك هنا انت ممكن يعني هتعمل في ايه? الشيب ده وتتجيب الاريا بتاعته ازاي? هنا انت ممكن تشتغل على مسلا كشيب زي ده تجيبه يعني قريب للاشكال اللي انت عارفها وممكن تجيب بها الاريا. ازاي مسلا الفجر ده? تعال نرسمها هنا. لو جيت رسمت لك مسلا ايه دي هنا الفي وهنا الطايم وده طالع كده. مبدئيا انا ممكن اعملك كده اللي هو الجزء ده وممكن اكمل كده الجزء اللي تحت. تمام. الفيجر اللي انا عملته انت معاك ادي الجراف بتاعك. الجراف بتاعك ده كل اللي تحته اللي انت هتسميه الاريا اندرز كارف. طيب الاريا اندرز كارف انت استنتهى دلوقتي الكام شيب. اتنين. واحد ريكتانجل التاني تريانجل بحيث ان انت عارف الاريا هنا والاريا هنا. تعمل الاتنين. تطلع الاريا اندرز كارف. تمام? طيب هتشوف مفاجئة جميلة. لما تيجي تعرف الاريا اندرز كارف اللي الجراف ده هيطلع ايه. بص كده. لو انا مثلا جيت على التراينجل دوت هنا كده. معاك فين انت لو عايز الاريا الاريا للتراينجل ده هتعمل هاف طايمز البيز في ايه? في الهايط. طيب اشتغل يلا كده. معاك ده? الهايط اللي هو الفي. بدء من هنا فوق في فاينل. اعمل ما بينهم مينس عشان تجيب الدلتا في. يبقى قادي الهايط اللي هو الدلتا في. في فاينل مينس الفي مين? الفي انشيال. معاك كل ده. اللي هو البيز. اللي هو اصلا الطايم. يبقى معاك هنا الطايم في الدلتا في. يعني هنا هاف طايمز. الدلتا في اللي هي في فاينل. كل ده طايمز ايه? طايمز التية. تمام. طيب انزل على التحت اللي هو الريكتانجل. في ايه? الاريا بتاعته. طيب اللينس بتاعه. اللينس بتاعه ده كله اللي هو الطايم تيه. ومعاك الويتس بتاعه اللي هو ايه? الفي. بس في مين? الفي انشيال. يعني كل ده يبقى ايه? طايمز ايه? طايمز تية. طيب بص كده. انت معاك الجزء اللي فوق عنده هاف في فاينل مينس في انشيال في تية. في فاينل مينس الفي انشيال. من comin انا قلت لك الفرست ايكويشان ايه هي? الفرست ايكويشن كانت الفي انشيال بلس A تايمز تية. طلع حليل الفي انشيال برة بالمينس يعني V فاينل مينس V انشيال هيبقى ايه طايمز التية. طب بص كده في فاينل مينس في انشيال. ايه lokتية. الطب ما تيجي تشيل الفي فاينل مينس الفي انشيال ديت. وحط t فيети تايمز تي يبقى إت. اي تي سكو sir. تمام؟ يبقى دلوقتي نمسح الجزء ده لما تيجي هنا هيبقى معاك half times at square اللي هي half at square تمام؟ هنا vi initial times t أنا قلت اللي فيها تعمل بينهم إيه؟ تعمل بينهم plus يبقى vi initial times t plus half at square مين ده؟ ما هو أصلا الساكند ايكوشن اللي هو بيكون مين؟ يبقى انت دلوقتي من الارية under the curve هنا قدرت تجيب برضو مين الايكوشن بتاعتك الساكند ايكوشن اللي انت فيها بتقول ان الدس بلاسمنت ايكوال ال vi initial times time plus half at square خلاص؟ سمام؟ ديت كده الساكند ايكوشن وخلاص خلصت كده هنبدأ بقى نشتغل على الساكند ايكوشن اللي هي اخر ايكوشن معاك فيه تمام؟ اه الساكند ايكوشن اللي انت بتجيب فيها relation between displacement with velocity يعني هي time independent ما بتعتمدش على ايه؟ ما بتعتمدش على time طب هشتغل ازاي لها؟ ركز معايا كده وشوف ازاي هتبدأ تشتغل لها انا دلوقتي كنت اواخد ان ال velocity بس ال average velocity كانت ايكوال ال total displacement over time تعرف تجيب لي ال displacement كارول ال displacement اتبقى ايكوال ال average velocity time is mean time is time ازاي يبقى ال average velocity time is ايه؟ time is time طيب هعمل ايه بعد كده؟ انا همسك ال average velocity وشوف هي ايكوال مين وهمسك ال time وشوف هو ايكوال مين طب ال average velocity احنا عارفين ان هي ايكوال مين ايكوال مين total displacement over time او ممكن بي final plus v initial over e over two طب انت تشتغل باي رول منهم اكيد مستحيل هتيجي تقول لي ان ال average velocity هي displacement over time total displacement تاعة time يبا انت عملت ايه؟ ما عملتش حاجة لان انت اصلا بادئ بايه؟ بالرول دوت فانت هتيجي تقولي ال average velocity الرول التاني اللي هو ال v final plus v initial over a over time تمام وبره في مين؟ بره فيه ال displacement عادي طيب كل ده time is mean؟ المفروض time is time طيب ال time ده يتجاب ازاي؟ وال time ده يتجاب منين؟ ارجع لي لل first equation تعال كده الفirst equation كانت بتقول ايه؟ ان ال v final equal ال v initial plus ال a times t طيب انا عايز بقى اجيب ال time من ال equation ديت هتودي اول حاجة ال v initial بره بال a بال minus يعني ال v final minus ال v initial equal ال a times t انا عايز ال time لوحده يببى امسك ال acceleration ال a وديها بالضيف تحت ال v final minus ال v initial فهتلاقي ان ال time equal ال v final minus v initial كل ده divided من؟ ال a جبتها؟ عوض بها هناك يبقى انت هتعوض بال time بال v final minus v initial over a over the a اللي هي تمام؟ وابدأ اعمل اللي اتنين times بعض مش فيه بينهم ملتبلاي؟ اعمل times تمام؟ ازاي؟ يبقى هنا في ال d اللي اتنين دول add fraction علشان تشوف هيطلع ايه؟ امسك دلوقتي اكن اللي اتنين دول جواب علشان تحلها مزبوط معك انت ال v final هتعملوا مرة times v final ومرة times v initial فيطلع ليك v final times v final يبقى v final square تمام؟ v final times negative v initial يبقى negative v final v initial خلصتها؟ خلصت على بعدها v initial times v final بس بالتوصف يبقى v final v initial واخد بالك من حاجة ان هنا negative v final v initial plus v final v initial يعني اللي اتنين هيكنسلوا ايه؟ هيكنسلوا بعض طيب لسا v initial times negative v initial يبقى negative v initial square انا كنسلت الاتنين دول مع بعض تمام؟ تحتي فيه two times a يبقى two a طيب بعد كده تكتب مين؟ added displacement بره equal هنا تبقى v final square minus انا كنسلت دول يبقى عندك بعد كده v initial square كل ده divided مين؟ two a اعمل cross multiplication هتطلع بتاعتك هنا d time is two a يبقى two a d equal v final square minus v initial square يبقى انت كده طلعت third equation اللي هي بتكون time independent ما بتعتمدش على ايه؟ ما بتعتمدش على time فتلعب two a d equal v final square minus v initial square تعال اشوف كده ادي ديت اللي انت هتبدأ تعمل فيها relation between displacement و velocity تمام؟ بدأت بال average velocity اللي هي total displacement over total time يعني displacement لو انت عايزها هي average velocity time is a time is time عارف طبعا ان average velocity هي هتعود بيها وعارف كمان time ازاي جبناه؟ جبناه منين؟ من الفرست مين؟ من الفرست اكوشن؟ ازاي ان time من الفرست اكوشن طلع الفرست من الفرست اكوشن طلع اللي هي اه زبطتها وعملت time is وزبطت كل حاجة طلع لي ان دي equal v final square equal v final square minus v initial square divided a two a نعمل يبقى يبقى ال two a d equal minus v initial square تمام؟ طيب نشوف ال graphical representation between velocity و v displacement بس خلي بالك كان معاك ايه؟ d equal v initial time plus half a t square فكنت بتشتغل displacement و ايه؟ و time square انت هنا معاك two a d equal v final square minus v initial square يبقى معاك displacement ومعاك v بس v عليها power two عليها square تمام؟ طيب الفرستي هيتحط على y axis معاك displacement على x axis فمعاك هنا v square ومعاك هنا d ممكن هتبدأ يبقى equal zero في عاملين نقول الموضوع ده ان ممكن تبدأ تبدأ من فاكيد أو ممكن ما تبدأش وتشتغل بالنستنتنيس يعني non equal zero لو zero او zero انت عايز مين؟ عايز طيب انت معاك هتكانسلها خالص علشان هي مسلا هتبدأ تشتغل بان هي zero يبقى معاك equal to a d انت عايز مين delta y over delta x يعني على ال d تعال شيل وشيل ال d واختب الباقي في الرول هتلاقي يبقى السلوب بتاعك تلع خلاص؟ لو يبقى اكيد بتاعك مش هيبدأ من الزيرو لأ هيبدأ من اكتر من ايه؟ اكبر من الزيرو يعني تبقى بالشكل ده تعمل مع طيب تمام احنا خلاص خلصنا بتاعنا وشوفنا تمام؟ اه فيه حركيات كده لازم تبقى واخد بالك منها وانت بتذاكر علشان انت خلاص عرفة في الرولز بتاعتها الفرست اكويشن مين؟ الفرست اكويشن الفرست اكويشن طيب 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 تمام؟ ايه الحاجات اللي انت عايز تعرفها؟ تعال نشوف طيب اول حاجة لما يجي في السؤال في السؤال الكلام ده هتلاقيه؟ يقولك ان عمل او الهالك اصلا هيبدأ من من يعني يعني طيب طيب لو هو هيقف يبقى طيب طيب هو لو ماشي ب هنا ان هنا ما حصلش ايه ايه فلوسي فانو اكسليريشن مفيش ايه؟ طيب هستفد بايه؟ تعال نشوف في لو انت لقيت ان ان يبقى بزيرو هستفد بايه؟ تعال نعمل كده في لو انا جيت على وحطيت بزيرو يبقى الشلت بالا بالا بالبستل يبقى ممكن تشتغل على طول مش عاكبك اشتغل بالرول وعود بالزيرو تمام؟ طيب لو جيت على اللي تحت لو هيتحطت بزيرو كل ده بزيرو يبقى تعال على الاخيرة بالزيرو يبقى يعني انت بص لو مستصعب الموضوع. ولا اكنك شايف حاجة وعد الجزء ده. ليه? انت في الاول وفي الاخر يهمك تلات حاجات. تمام? تعرف لو هيبدأ من يبقى 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 هي اللي بزيرو. انت بقى بدناغك. لو جيت تعود بالفين بزيرو. شوف اللي هيطلع. يعني هنا بزيرو. يبقى هي هي. الفين بزيرو. الفين بزيرو. يبقى الفين بزيرو. طلع حاجة من الاتنين بره. طلع بره بالماينس. يبقى طب افرد ماشي يبقى هي اللي بزيرو. تعالى كل ده بقى بزيرو. كله بزيرو. هي نفسها ايه? الفين بزيرو. حصلش اي تشانج ليه? الفلسطي. خلاص? طيب في لو هيبدأ من بزيرو. يبقى لو هيوقف يبقى بزيرو. طب هنا كده في في مفيش. يبقى خلاص هي نفس الايه? نفس الايكواشن. لو هيمشي بيونيفورم فلسطي. يبقى الايه? هي اللي بكام? هي اللي بزيرو. يبقى دي هيبقى ايه? طب في لو هيبدأ من بزيرو. يبقى طب لو هو هيوقف طب. يبقى هي اللي بزيرو. شالها. يبقى ايه اي دي اكلة الي اي او هي من زيلو. لو معاك بيتحرك بيونيفورم سبيد او ااا يونيفورم فلسطي. ااا يونيفورم ايه هي اللي بزيرو. فاين يبقى اللي بره كله كان. طلع بالبصف بره. يعني يعني لما تعمل. خلاص? اه مش عجبك ومش عجبك دوت ومش عارف مش عارف تفهمه. هو اصلا حاجة بسيطة بس انت لو مستصعبه انت بس تعرف امتى بزيرو? امتى بزيرو? امتى بزيرو? وتعرف لي بتوعك دول اللي انت هتشتغل بيهم ولو حصل ولقيت ان عوض انت في بزيرو عوض في بزيرو عوض في بزيرو عوض انت بنفسك بزيرو. بعيدا ان انت تحفظ الرولز دي كلها. تمام? تمام ماشي. اه نشوف كده النوتس ديت وبعد كده ندخل على بتاعة ديت. اه اول حاجة بيقول لك اللي قدامك دوت اه يعني الكلام ده بص شايف انت دوت فكرته ان هو بيقول لك انت هتشتغل مين مع مين? يعني انت معك صح? انت دلوقتي بتربط مين مع مين? فلقيت ادي في في الفلسطي وهنا بينهم كتب لك يعني ايه? يعني بين الفلسطي والطايم هتشتغل بالفرست ايكوشن. طيب ادي دي و ادي طايم بينهم ان انت هتشتغل بالسكند ايه? بالسكند ايكوشن. يبقى الفرست ايكوشن. تمام? يعني كلام انت اصلا ملكش دعو بالايه? بالكلام ده انت تبقى فاهم وعارف انت بتشتغل الفرست امتا? والسكند امتا? والسكند امتا? ليه? علشان في البروبلم هتلاقي كله موجود. فانت بتطلع الجيفنز وبتبدأ بقى تشوف هتلاقي كل حاجة موجودة معادي حاجة مسلا. يعني يقعد يديك في فينال ويقول لك في ويقول لك مسلا ده طايم ويقول لك كزا وكزا وكزا وانت بقى بشطارتك هتبدأ التحدد الفرست ايكوشن ولا سكند ايكوشن ولا سير دي ايه? ولا سير دي ايكوشن. تعال كده نشوف اول بروبلم معنا ونشوف ازاي هنحل. طيب انا هحل البروبلم ازاي? لازم يبقى قدامك الرولز. لغاية ما تحفظهم. لازم تحفظ مهمة قوي تكون عارفة. خلاص? طيب اول معنا بيقول لك ايه? ركز بقى وشوف هنحل ازاي. بيقول لك فايند. فايند زا طايم تاكن باي ان ايروبلين تل ات ستوبس اف ات لاندس اون زا رانوي اه رانوي اه 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 اد فلوستي اوف هاندر سكستو كيلو ميتر دير اور. ان دي سيلير اه دي سيلير ات ينيفورملي ات او بوينت فايف ميتر بير ساكند سكوار. طيب كجفنز عندك مين? اول حاجة وانا ماشي هو بيقول لي فايند تايم. يبقى هو عايز ايه? عايز تيه. التايم ده بالنسبة لك هو انون. طيب اتكلم كتير. وجيه هنا قال لك ات ستوبس. عشان بقى النوتس اللي احنا لسا ايدنا ستوب. يقول لك ايه? كلمة ستوب تقول لك ان البي فاينال ايكوان زيرو. تمام. وتكلم وقال لك ات فلوستي اوف هاندر سكستو كيلوميتر اه كيلوميتر بير ايه بير اور. ان هو كان بادئ يتحرك ايه? بير اوار. ايه كان بيتحرك بالفلوس ديت. يعني ديت بالنسبة لك هي اللي هي بس حاجة بسيطة كده. عندك الينت هنا كام? كيلوميتر بير اور. وانت شغلك بالميتر بايه? فالمفروض ديت تعملها عشان تحاولها من كيلوميتر بير اور لايه? لميتر بير ساكند. بس تمام. كمل كده بيقول وفي لك ان دي سيلراتز يونيفورملي ات هاف متر بير ساكند سكوار. دي سيلراتشن. دي سيلراتشن. يفاكر بقى التانية التالتة هنا يعني تشتغل يعني معاك الهوف ديت هتبقى ايه? نيجاتيب هوف كايه? ايه? طيب اختار اي اكوشن بتاعتك تختارها زي? شوف الجيفن? الجيفنز بتاعتك في وفي وفي وعايز واخد بالك ان هو عايز ايه? عايز معنى ان هو يقول لك انا عايز او لو موجود يعني تشتغل انا قلت لك بتاعتك اتنين ووحدة هنا عايز او موجود تايم تشتغل يا اما او طيب معاك انت هنا كان فيها وطايم هنا ايه اللي معاك? جاب لك سيرة ما جابش اي حاجة عنها. طيب جاب لك جاب. يبقى انت عرفت دلوقتي معاك ومعاك ومعاك وعايز يبقى انت دلوقتي تشتغل بالفيرست ايه? بالفيرست ايكوشن. الفيرست ايكوشن تقول لك ايه? تقول لك ان ال في 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 طيب انا عايز مين? عايز انا لسه اجايب لك اصلا الرول بتاعة الطايم لما جبناه وقلنا ان الطايم ايكوال ال في في ماينس ال في ايه اللي هي مش عاجبك الرول ومش عارف تجيبه? حل وعوض في نفسها. لما تيدي تعوض اعملها سول بعد الكالكيليتور هيطلع عليك الانصر على طول. تمام? طيب لو انا عوض في الرول دوت بتاع الطايم انا عايز التي. الفي فاينال بكام بزيرو. مينس الفي انشيال الهاندر سكسي تو. يطلع لك فورتي فايف ميتر بر ساكن. بفايدد. الاكسليريشن. الاكسليريشن كام هاف. بس هاف بالبوسيف ولا هاف بالناجاتف? هي بالناجاتف. يبقى ناجاتف هاف. تمام? وتبدأ بقى تشتغلها على الكالكيليتور. يعني معاك يعني تطلع ناينتي ساكند. يبقى انت جده جبت الطايم اللي هو ايه? اللي هو عايزه. يبقى شطرتك ان انت بتطلع صح. وبعد كده تبدأ تشوف ديت لما تعمل بينهم تطلع لك ايه? تكتب الاكسليريشن تعوض فيها تطلع لحل بتاعك ايه? مزبوط. نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لك. تاني حاجة. تاني حاجة. تايب تعالي نمسك كده اول حاجة. نتعلق الجيفنز بتاعتنا عشان نشوف انا هشتغل في اي اكوشن. لو انا بصيت شوية كده هلاقي الاكوشن ده هي دي اكوال فورتين تي بلس التن تي سكوار. طب ده كده شبه مين منها اللي عندنا? احنا معانا في اكوشن اللي هي بتقول لك ادي اكوال. اكوال مين? ادي اكوال ها. طيب نستفاد بايه من هنا? هنستفاد ان انت هنا كده وتحت يعني الفورتين تي اكوال في اكوال تي. التي يبقى جبت بكام بفورتين. طيب معاك هنا التن تي سكوار. وهنا هاف ايه تي سكوار. يبقى التن تي سكوار اكوال الهاف ايه تي سكوار. انا بعمل ما بين الاكوشن بتاعتي اللي هي اصلا كرون موجودة والاكوشن اللي هو مدي هالك. معاك انت هنا تي سكوار يكنسل التي سكوار. يعني معاك التن اكوال هاف ايه. انت عايز الايه الاكسلراشن يبقى تو طايم زكام تو طايم زتن. طيب تو طايم زتن يوبقى الاكسلراشن بايه? BETWINYMETERBERSECOND ايه. میتر بارسكند سكوار. خلاص? يبقى انت هنا فاول حاجة انا عايز الانيشيال بالوسطي. عايز الفينيشيال ترعت بكام الفينيشيال. عايز بعد كده الاكسلراشن ترعت بكام BETWINYMETERBERBER PRI سكوار. خلاص? تمام? يبقى ده كده قدامك اهو الحل اللي احنا ايه. اللي احنا حلنا. طيب عايز بعد كده هتيجي بالاكوشن بتاعتك ادي الدي معاك ايه? معاك ايه? تمام? طيب الجبناه بكم? لسه لبين هتبقى ايكوال فورتين? يبقى فورتين هو قال لك بكام? يبقى لسه جايبانها تطلعت بايه? فيه هتشوف ده بكام وتعمل بينهم ايه? تعمل بينهم بلس. يبقى زي ما انت شايف هتشوف ده بكام وده بكام وتعمل بينهم بلس يبقى هتطلع لك اه الديستانس بتاعتك هتطلع ب سري هندرد تويني ايه? سري هندرد تويني متر. نشوف كده السؤال اللي بعده. بيقول لك ابادي موفز وز ايشيال فنوسي توني متر بلسكن. يبقى دي ايشيال في اي. انزا ايشي دايركشن. مايشي. بقى دي الاكسلريشن اللي هي الاي ايekkual four meter per second square. üz ايست دايركشن. انت كنت ماشي. ايست دايركشن جبت الاكسلريشن. يعني الاتنين عكس ايه? عكس واب ح يبقى انت معك هنا الطايم. طيب انت عايز ايه تاني كده? بيقول لك يعني انت دلوقتي عايز ايه? عايز الفاينل. عايز الفاينل. تمام. انت معاك ايه دلوقتي? معاك 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 عايز طيب ماهو طيب معاك دلوقتي طيب معاك دلوقتي بكام? انت عايزها. الفاينل عندك في الطايم. الطايم عندك بتنمى فيش اي مشكلة. لكن اوقف بقى على انا طلعت لك كان جبت لك الرقم بتاع لكن ديت ممكن تبقى هنا طبعا مش هتبقى زيرو لان انت اصلا تطلع هنا كده تحطها بالبصرف ولا تشوف انا قلت لك حاجة كده فوق هنا هنا قلت لك اللي اتنين لبعض عكس بعض. يعني المفروض تحطها بايه? بالنجاتف. يبقى خلاص? خلي بالك. يبقى انت هنا هتعوض في ديت وتطلع اللي انت ايه? اللي انت عايزها. يبقى معاك ادي هتطلع اه لو جيت تشوف بتاعها هي طلعة بايه? طلعة بالنجاتف يعني في نفس الاكسليريشن كانت يبقى الفلوسطي بتاعتك بتاعتك. تمام? لو كانت تلعت يبقى زيها زي مين? زيها زي اللي كانت في في تمام. طيب نشوف كده السؤال اللي بعده دوت وده اخر سؤال معنا على الجزء بتاع عشان نبدأ بعده اه على الجزء الجديد بقى عشان ما ايه ما نضايعش وقتها افتر من كده. اه في السؤال ده بيقول لك زي يعني معاك اللي هتوصل لها سكستين ميتر برساكت. تعال نشوف الجراف دوت كده اللي قدامنا هتلاقي على الوي اجزيس فيه الوي سكوار والاكس اجزيس عندك ايه? عندك الدي. ها. في سكوار ودي اكيد. السرد ايكوشن. السرد ايكوشن دي هتوقول لك ان انت تو اي دي اكوال الفي فاينال سكوار مينس الفي انيشيال سكوار. تمام? طب انا عايز دلوقتي. انا عايز لما يوصل لفلوسطي كام بايزة بادي لما يوصل لفلوسطي يوصل لفلوسطي سكستين متر برساكت. انا عايز تايم. التايم الاكوشن اللي هي بتكون تايم ديبندنت مين? يعني الفرسط ايكوشن يا الساكند ايكوشن. تعال نفتكر الفرسط ايكوشن معاك ايه? الفي فاينال ايكوال الفي انيشيال بلس ايه في التي. معاك الساكند ايكوشن ايه دي ايكوال الفي انيشيال في الطايم بلس الهوف اي تي سكوار. ماشي. طيب انا عايز ايه? انا عايز الطايم. تعال ايها تعمل الفرسط ايكوشن. لو عايز الطايم من الفرسط ايكوشن هتعمل ايه? الطايم ايكوال. ولتلك الرول بتاعه. ودي يبقى في فاينال ماينس في انيشيال. ديفايدد مين? ديفايدد الايه? في فاينال سكستين. في انيشيال بكام? في انيشيال تيجي على الجراف. الجراف انت عندك بدء من هنا. يبقى دي بالنسبة لك ال في انيشيال. بس ركز بقى ان انت الجراف ده في حاجة مهمة قوي هتوقعك. ايه هي? ان انت معاك الجراف دوت معاك في سكوار مش معاك ايه? مش معاك في. فانت هنا ديت مش بس. ده ايه? باور تو. يبقى الفي انيشيال سكوار الفي انيشيال سكوار فور. فالفي انيشيال بس خد الروت يبقى ايكوال كام? تو ميتر برساكن. خلاص تمام? طيب بكام? مش عارف. ما اجدنيش حاجة هنا فيها اجي على الجراف ده اللي تحت. ممكن اجيب منها اكسلريشن ولا ما نفعش? ممكن جدا. ليه? لان التو ايه دي? انت عايز اكسلريشن. يبقى الايه ديت ايكوال? الفي فاينال سكوار مينس الفي انيشيال سكوار ديفايد من التو دي. طيب ركز كده. الفي فاينال بكام? انت دلوقتي ممكن تفكر وتيجي تقولي الفي فاينال ايكوال كام? سكستين ميتر برساكند. اقولك انا ايه? غلط. ليه? علشان الفي فاينال سكستين ميتر برساكند. انت عايز الطايم لما يوصل للفلوس دي. صح? لكن اللي انت هتجيبها من الجراف. عينك على الجراف. الجراف ده هو تواصل اللي كان? الفي فاينال بتاع تواصلها الكام? ايت. في فاينال سكوار بيت. يبقى الفي فاينال سكوار ايه? ايه? عشان في سكوار. تمام? فالفي فاينال سكوار بيت ميتر سكوار برساكند سكوار. ماشي. ده الفي فاينال اللي انت هتجيب منه غير الفي فاينال اللي انت هتجيب منه ايه? هتجيب بمي بالطايم. لكن البداية بتاعتك واحدة. يعني انت هنا في نيشل سكوار بفور والفي نيشل بتو. التو هتشتغل جالي الاتنين. لكن اللي بيختلف معك دلوقتي مين? الفي فاينال. خلاص? طيب. يبقى دلوقتي هنيجي نعوض على عوض هنا. يبقى خلاص عرفنا ان الفي فاينال سكوار ايكوال ايت مينوس الفي نيشل سكوار ايكوال فور ديفايدد. التو دي. الدي قلنا الفور مينس الزيرو. يبقى تو طايمس كام طايمس فور. يبقى ايت مينس فور اللي هي فور اللي هي ايت يبقى تطلع ميتر برساكند ايه? ميتر برساكند سكوار. يبقى انت جبت الاكسلراشن بهاف ميتر برساكند سكوار. تعال بقى عوض هنا وحلص. يبقى معاك الفي فاينال الفي فاينال اللي هتجيب بها الطايم سكستين مينوس الفي انيشل بكام بتو. لكن هنا عوضنا فور علشان دي انيشل سكوار. يبقى سكستين مينس مينس التو بفايدد الاكسلراشن اللي هي كام? اللي هي هاف. سكستين مينوس تو اللي هي فورتين بفايدد الهاف. يعني تطلع كده يطلع عليك الطايم بتويني ايت ساكند. يبقى تخطي على طول ايه? الطايم يطلع توينتي ايت ساكند. يبقى انت حالية كده ايه? حالية السؤال. من الحاجات المهمة جدا السؤال ده مهم جدا وفهمك حاجات كتير جدا. خلي بالك ايه? ان انت اسمعه كده اكتر بالمرة بحيس ان هو يلزق ايه? يزبط معاك ويلزق في دماغ. خلاص? آآ كده خلاص خلصنا. حلنا عليهم. يعني بازن الله يكون الجزء ده تزبط معاك. تمام? شطرتك بقى انت دلوقتي ان انت هتوقف لغاية هنا. تمام? انا هكمل. لكن انت هتوقف لغاية هنا دلوقتي آآ بحيس ان انت تبدأ تحل الاسئلة بتاعت خلاص? ولما تحلها وتزبط الدنيا وتحس ان انت تمام? ابدأ بقى تعالى كمل كمل واسمع ايه? باقي البدل. تمام? ايه الباقي معانا? الباقي اللي معانا هنبدأ ان نتكلم على حاجة اسمها البليكيشنز. البليكيشن دايت تمام? مش حاجات صعبة. آآ هناخد نفس بس هنغير حاجة بس ايه? حاجة صغيرة. ونفس نفس الشغل. بس ايه حاجة صغيرة بس هتتشال. ويتحط مكانها حاجة جديدة. ايه هي? ان انت مسلا شافي الايه ديت? اللي هي الاكسلاريشن. الايه ديت? هنا في او في او في هنشالها. ونحط جي. ايه الجي ديت? ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه دلوقتي. خلاص? تعال كده نشوف الحاجات ديت هنعرف ايه? عايزين نعرف ايه فيها? المفروض ده اصلا تمام? بس انا مع بعض بحيس ان احنا نجري ايه? نجري شوية. هيتفضل لك كده برضو هنكمل. آآ وبعد كده تدخل على شابتر سري. آآ اللي هو بتاع الفورس. يبقى انت خلصت المنهج ايه? كل حاجة. تمام? آآ الليسون ده هو على الموشن. تمام? والاكوشنز اللي احنا اخدناها. هناخد حاجتين دلوقتي. في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها طيب يعني ايه كلمة ويعني ايه كلمة قبل ما نشرح? كلمة سقوط حر. يعني انت مسكت مسلا القلم ده وسبته. المفروض ان القلم لما انت تكون مسكه وتسيبه هيبدأ ينزل صح? يبقى ده اللي احنا بنسميه الفري فال. تمام? لكن البروشيكتايل البروشيكتايل ان انت مسكت القلم بدل ما تسيبه ينزل في فال. لأ انت مسكته خلاص بعد ما هو واقع انت جيت شلته وعايز ايه? تحدفه الفوق. يبقى انت حدفته الفوق كفيرتيكالي. تمام? ده اللي احنا هنشرحه النهاردة. لكن انت ممكن ترميكة ده مسلا تحدفه ايه? بانجل اه انتو دايمينشنز وحاجات كده. المفروض ده لسه هنعرفه ايه في الفيديو الجاي. تمام? لكن احنا بس هناخد حاجات بسيطة ان احنا نفهم يعني ايه كلمة ويعني ايه اللي انا قلت لك ان انت هتشيل الايه وتحط جيه في التلاتة ويعني ايه? خلاص? طيب اول حاجة كده بالنسبة لك يعني ايه الفري فال? لو انت جبت مسلا كتاب وشيت بيبر? جبت البوك الكتاب بتاعك وورقة. ماشي? البيبر. اه ومسكت الاتنين وسبت الاتنين بحيس ان هما ايه? يقعوا. تمام? مع ان هما يقعوا فال. ان هما يقعوا ده بنسميه الفري فال. تمام? انت لما تسيبهم علشان ينزلوا. مين اللي بيوصل الارض اسرع? اكيد مسلا الكتاب البوك ده ليه مس اكبر من ايه? من الماس بتاع الايه? الشيت او البيبر الشيت اللي انت شغال بيها. تمام? فبيوصل اسرع. تمام? طيب ايه الفورسز اللي اثرت على سواء البوك او الشيت بيبر ديت? المفروض دلوقتي معاك توفورسز مهمين تبقى عارفهم هما اللي بيقصروا. طيب اول حاجة انت لو مسكت البوك او مسكت الالم زي ده. الالم ده بيكون ليه الويت. تمام? الويت بتاع الالم ده الويت اللي هو الاف جي. والاف جي دي اكوال الام طايم الجي. ام طايم الجي. الماس في حاجة اسمها الايه? الاكسلريشن. بس انهي اكسلريشن. اكسلريشن اللي انت بتسميها اللي هي اللي انت بتسمي الفورس بتاعتها الكلمة ديت. تمام? اللي انت هتقول عليها ايه? الويت. يبقى انت دلوقتي لو جيت على الابجيكت. الابجيكت ده بك مسلا الم معاك وسبته ان هو يقع. مبدئيا كده اعرف ان انت هتمسك مسلا الابجيكت ده وتسيبه يقع. لما انت تبدأ تسيبه. المفروض بداية بتاعتك. الالم ده. لو انا مسكه كده. ولسه هسيبه بحيس ان هو يعمل. يبقى اكيد الفلوسي اللي انت هتبدأ من عندها هتبدأ بيها بكم? بزيرو. يبقى هنا كام? البي نشيال ايكوال زيرو. طيب تخيل كده ان انت هتسيبه علشان ينزل. يبقى اكيد الفلوسي بتاعتك ايه? انكريز انكريز انكريز. وقت ما بيوصل لايه? للايرز. تمام? انت دلوقتي اعرف لي ايه? اول حاجة تعرفها في الفريفول ان انت كابجيكت جيت ابجيكت. وهتبدأ انت تخليه يعمل فريفول ان البي ايكوال زيرو. وان فيه بيقصروا على الابجيكت ده. فيه الويت وده ماشي مع الجرافتي بتاع وفيه حاجة كمان بقى اسمها الاير رزيستنس. ايه الاير رزيستنس? الرزيستنس يعني المقاومة. المقاومة بتاعت مين? بتاعت الاير. ان انت مثلا الاير فيه موليكيولز. طيب الموليكيولز ديت بتبدأ تعمل ايه? تعمل بمعنى ان انت مثلا انت نفسك لما انت تبقى مثلا ماشي واحنا اهو في الشتاء اه جيه مثلا شوية هوا جديد. الهوا الشديد دوت لو دخل عليك وانت ماشي عكسه بيرجعك معه الورا. تمام? ده جاي ايه? ان انت بتعمل ايه? فيه بيحصل دلوقتي. تمام? انت عملت تغبط في ايه? في الهوا الشديد اللي جاي ناحياتك ده. خلاص? فبين لزبالك الموليكيولز بدأت تعمل معاك وتعمل معاك. فبدأ يحصل فده بنسميه او بنسميه خلاص? فانت دلوقتي تعرف ان انت علشان تعمل معاك لنفسه بيتأثر بكام اتنين. فيه الويت. تمام? ده مع الجرافتي. وفيه الار ايه? الارزيستنس. طيب عارف ان الارزيستنس ديت هيبدأ يعمل يعني فيه كوليجن بتوين الموليكيولز والابجيكت. كوليجن بيعمل فريكشن وبيعمل ايه? الارزيستنس ديت. خلاص? طيب. لو انا جيت مسلا على الارزيستنس وعملت نجليكتنج ليها. يعني نجليكت الارزيستنس. نجليكت الارزيستنس ان انت اهملت بتاعت الار. يبقى اكيد دلوقتي الابجيكت اللي انت كنت جايبه ده. اللي كان وهو نازل بيتأثر بتو فورسز الويت مع الجرافتي التحت. لو انت هيتبقى لك كام فورس فورس واحدة. اللي هي الويت بتاعه. طيب الويت بتاعه اللي هو نازل. ورايح ناحية يعني مع ايه? الارز. ماشي مع الجرافت. تمام? فبيظهر ليك حاجة اسمها الايه? دوت لما انت تعمل نجليكتنج الايه? طيب الفريفول اكسلريشن ديت بتاعتها بكام? انت سبق واعرفها. الفريفول اكسلريشن ديت هي ايكوال ناين بوينت ايت ميتر بر ساكند سكوار. لما نيجي نعمل لها سيمبلفاينج هتطلع تن ميتر بر ساكند سكوار. خلاص? يبقى انت معاك ادي الفريفول اكسلريشن. الفريفول اكسلريشن اللي انت هتدي لها السيمبل جي. افتكر كده? تلك هتشيح حاجة اسمها الايه? وتحط الجي. يبقى انت هتحط مين? الجي اللي هي الفريفول اكسلريشن. الفريفول اكسلريشن اس جي ايكوال ناين بوينت ايت ميتر بر ساكند سكوار. هتعمل لها سيمبلفاينج تطلع عليك كام? تن ميتر بر ساكند سكوار. علشان ما يكونش الانسر والريزلت بتاعك. طالع فيه فريكشنز كتيرة وديسيميل وحاجات كده. خلاص? طيب ايه السبب في كده? ان انت معاك دلوقتي مش السبب ان ان انت اصلا هي اصلا خلاص انت هتشتغل بناين بوينت ايت. بس مش ستة. تمام? انت هتشتغل بها فين? انت خلاص يعني انت في المنهج عندك انت هتشتغل بايه? بالتن ميتر بر ساكند سكوار. لكن هي اصلا ها? بوزيشن للتاني. يعني بتتغير من مكان للتاني. ايه السبب في ده? السبب في ده معاك انت اهو ان بتبدأ تتغير من بوزيشن لاناثر بوزيشن. والسبب في ده بقى بتاع ايه السبب? او ايه مسلا بتاع ايرس ده اتميله? انت المفروض تبعرف هو شكله عامل ازاي? هل هو شكله بيكون يعني شكل سفير شكل القرة? ولا هو بيكون يعني شكل بيضاوي? المفروض ان ايرس ده شكلها بيكون ما بيكونش ايه? وده السبب اللي بيطلع لك ايه? ان بيخلي بايه يعني بتتغير من مكان لمكان. بس طبعا اللي اللي بيكون عندك ده ما بيكونش ايه? يعني بارقام كديرة. يعني هو فيه بس يعني بايه? صغيرة. تمام? بس انت خلاص هتشتغل بالجي بناين بوينت ايت ميتر بر ساكند سكوير والافضل ان انت تخليها تن ميتر بر ساكند ايه سكوير في شغلك ايه? في شغلك كله. طيب نكمل كده ونشوف النوتز بتاعتنا علشان خاطر الجزء بتاع البروبلمز. اه افتكر معي كده بسرعة. علشان احنا هنعدل عليها بس. طيب. لو انت قد تشوف كانت عبارة عن البي فاينال ايكول البي انيشيل بلس ال اي في التين. شيل ال اي حط الجي كجرافتي هتطلع ليك البي فاينال ايكول البي انيشيل بلس الجي في التين. طيب كان معاك الدي ايكول البي انيشيل في الطايم. بلس هاف اي تي سكوير. شيل حط الجي له هال基لي فال ايكول يبقى دي ايكول في الاطيم بلس هاف جي تي سكوير. طيب. السرد اللي هي كان التو اي في ال د ايكول cope على البي ايكول iel ايها سكور. شيل الحط الجيء يطلع ليك ايكول p epidemi سكوير. تمام? آآ انت همك الجزء ده. خلاص انت فهمت ان في بدل الا هتبقى جي. بدل يبقى معاك وتشتغل هم نفس التانية تمام? بس شلت الا حطيت مكانها طيب نشوف كده النوت اللي بعد كده بيقول لك. لو الابجيكت بتاعك ده نازل لتاحت. اكيد هيبدأ من فوق يبقى عندك بكام? عندك بزيرو. فبيقول لك ان الفلسطي بتاعة الابجيكت انت هتبدأ من فوق فالفلسطي فالفلسطي هتقدر لغات ما يوصل للمكسيمم لغات ما يوصل للمكسيمم فاليو لما بيوصل لإيه? للأرس او الجراون. والفي نشيل زي ما قلنا بكان هتبقى بزيرو. طيب الجي الجي بتاعتك بص كده. انت لو عايز تعرف الجي اكوال مين? الفلسطي او الاكسليريشن. الاكسليريشن كانت اكوال دلتا ذي اوور الدلتا تي. انا دايما بقول لك دلوقتي هنا في شي للايه اكسليريشن. حط الجي يبقى الجي اكوال الدلتا في اوور من الدلتا تي برضو. يبقى معاك هنا الدلتا في اوور الدلتا تي. الدلتا في بتتفاكل في فاينال ماينس في انشيل ويه الطايم هيبقى الدلتا تي تيو ماينس تي وان. وانت بادئ وظابط الستوبوتش بتاعتك زي ما قلت في بداية الشرح ان التي وانه تبقى بكام? هتبقى بزيرو. يعني هنا مسلا. الفي انشيل بزيرو. يبقى هتشيلها. يبقى يتبقى فوق تحت الطايم يبقى دي ايه? خلاص? طيب لو بتاعك بقى هو مش هينزل من فوق. لا ده هو بعد ما وقع انت هتمسكه وتحدفه لفوق. يعني دلوقتي هيتسميه مش بقى ولا لا ده ده هيبقى تمام? ان انت آآ بتسميه العربي مجزوف. يعني انت مسكته حدفته. تمام? بس انت دلوقتي ده ايه? يعني حدفته لفوق ماشي? لو انت لسه هتبدأ تحدفه. يبقى اكيد ال في مين اللي بزيرو? انت هتبدأ تحدفه. تمام? فبدايتك ركز كده انا مسكت الابجيكت ده هبدأ ارميه. ابدأ احدفه. فالفرصة بتاعتي كلها هتروح للايه? للابجيكت. يبقى يبقى بتاعته هي اكبر حاجة. لما تبدأ بقى تحدفه لفوق. تحدفه لفوق. الفرصة بتاعته وهو طالح. هو طالع دلوقتي مع الجرافتي ولا عكس الجرافتي? هنا وهو نازل نازل مع الجرافتي سيم دايريكشن لها. لكن وهو طالع وهو طالع للايه? للجرافتي بعكسها. فيبقى الفرصة ايه? تمام? طيب لغاية ما يوصل لايه? اكسر ارتفاع يوصله. اللي عندك اللي انت هتوصله عندك هتلاقي الفاينال الفاينال فلوس هي اللي كان فاينال فلوس زيرو. يعني لما تعمل يبقى لما تعمل او تعمل لأي اوبجيكت يبقى هي اللي كان هي ايكوال زيرو. في انت نازل مع الجرافتي ان سيم دايريكشن لها. في البرجيكتايل انت طالع للجرافتي. هنا في البرجيكتايل هيكون معاك بتاعت الابجيكت لغاية ما ايه? توصل للزيرو. لما بيوصل لماكسيموم ايه? اكسر ارتفاع. فبتلاقي هي اللي كان هي اللي بزيرو. طب لما تكون بزيرو وانت معاك يبقى اللي هتبقى عندك بص كده. انت هتحط مين بزيرو? البي فاينال. بزيرو يتبقى لك نيجاتف في ايه? انشيال ديفايد مين? ديفايد طايم. خلاص? يبقى هنا اه بالنسبة لي الفري فول بالدو. برضو انت معاك هنا مسلا كجرافيك ربزنتيشن بتوين الفلوستي والطايم. معاك البي على الواي اجزيس ومعاك الواي اجزيس ومعاك الواي اجزيس. وهنا كده انكريز. انكريز ليه? لان انا مسكه من فوق وسايبه علشان ينزل فاكيد الفلوستي انكريز. ومال لو انا هحذفه يبقى الفلوستي ديكريز. يبقى ابدأ من فوق وانزل. تمام? زي الجراف التاني ده. ان انا بدأ من اين? من هنا اكبر حاجة لغاية ما يعني هنا هي اللي كان لزيرو. لكن انا هنا بدأت بذي اكوال زيرو لغاية ما وصلت اللي هي كانت مين? خلاص? اه بيقول لك هنا في الفريفول اكسلراشن. الجي هاز. يبقى الفريفول اكسلراشن هنا. هنا كده. هتبقى بالبسطف بسبب الفلوستي. تمام? لكن هنا هنا كده هيبقى بالاي? الفريفول اكسلراشن الجي هتبقى بالناجتف بسبب ايه? تمام. اه بيكون سيم زي ما قلت. انت هنا وانت نازل مع الجرافتي بتاعة لكن هنا وانت طالع انت ايه مع الجرافتي بتاعة وده السبب اللي عندك اه اللي خلى لك الجي مرة بتطلع بالبسطف مرة بتطلع بالناجتف لكن هي 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 اللي هي تان ميتر برسكند ايه? طيب نشوف كده سؤال معنا على الجزء ده علشاني الزبط معك كويس. اه في السؤال ده بيقول لك اول حاجة عايزها بيقول لك انا عايز الفلوستي ات زا مومنت اف هتنج زا جراوند. وعايز اول حاجة انا عايز الفلوستي ات زا مومنت اف هتنج زا جراوند. عايز الفلوستي في اللحزة اللي هيوصل ويغبط فيها فين? في الجراوند. طيب تعال كده نشوف الجيفنز بتاعتنا ايه? بالنسبالك دلوقتي الجيفنز بتاعتك. اول حاجة انت معاك القابل ديت انت مسكتها يبقى يبقى دلوقتي معاك بكم? طيب ما يديك هنا الفلوستي لما يوصل لايه? في اللحزة اللي هيوصل فيها دي يعني عايز طيب اكيد الجرافتي الجي بتاعتك بكم? طيب معاك دلوقتي الرول بتاعك. انت معاك ايه? معاك واحد من ثلاثة. مين? يا اما تشتغل على. بص كده. مش هنا. مش يعني انت مش هتحل بواحد من التلاتة في البروبلم ديت. لأ. انت بتطلع بتاعتك وانت بتختار واحد منهم. علشان تحل بها السؤال بقى. طيب ايه هم تاني? افكر معايا. اول واحد كان طيب تاني واحد معاك. تاني واحد بيقول لك او نجيب تاني واحد اللي هو الدي. الدي اكول البي انشيال طايم اس طايم بلس الهالف جي تي سكوار. طيب السيرد اكوشن. السيرد اكوشن تقول لك التو جي دي اكوال البي فاينال سكوار مينس البي انشيال ايه? في انشيال سكوار. طيب انا هاختار مين? هبص على الجيبن. الاقي معايا في انشيال بزيرو. عايز في 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 فينال في طايم. يبقى انت بما قلني فيها طايم يبقى يعني تختار او او طيب الديك فلاستي ولا الديك فلاستي يبقى تختار ايه او طيب علشان نحل هتقول للي في فينشيال بكان بزيرو بلس الجي في الجي اللي هي اللي هو كان اللي هو يبقى كل ده هيطلع معاك تن ميتر بر ايه? تن ميتر بر ساكند يبقى انت جبت بتن ميتر بر ساكند. عايز بعد كده افزا ابل تيرينج فولنج افزا 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 بتجيبها يا اما من طبعا ما معكش خلاص مش هتعرف تجيبها اه او ممكن من الفي فاينال بلس الفي انشيال كام? الفي ابقى فيك فاينال بناب ايه بزيرو عايز بعد كده عايز بالنسبة لك هو او هي هتكون اللي انت ايه? اللي انت هتتحركها. طيب هتشتغل بقى نهي معاك اللي انت هتجيب بيها الدي اقوال مين? طيب انا عايز الدي جبت الدي اصلا بكام بزيرو زيرو في الطايم اقوال زيرو. الدي اقوال بكام يبقى اكناها يعني اكناها يبقى خلاص سمام? زي ما انت شايف الحاجات بسيطة جدا مجرد بس ان انت تبقى عارف الروز بتاعتك. خلاص? يعتبر اصلا خلاص اه الجزء بتاع بتاع والحاجات ديت. انت بس مهم ان انت تبقى عارف ايه? تعدل الايه تخليها الجي في التانين يبقى انت معاك واحدة او تلاتة فيهم وتلاتة تانين فيهم تلاتة فيهم الايه وتلاتة فيهم الجي دول لو انت عرفتهم وتقرأ وتطلع تختار واحدة من تحل ايه? تحل اي حاجة ومش هتلاقي اي حاجة صعبة معك. خلاص? اه فضل لنا حاجة واحدة بس ويبقى خلاص الفيديو بتاعك ايه? والشرح بتاع النهارده خلص. اللي هو البروجيكتايلز. طيب. اه دي اخر حاجة معنا النهارده اللي هو هنتكلم على البروجيكتايلز. ديت في منها وفي منها اللي بيكون ايه? البروجيكتايلز. البروجيكتايلز اللي بيتحرك بانجل او انت بتحدفه بانجل سيتا وكده. الكلام ده هنشرحه هنشرحه في ليسون كام? ليسون سري اللي هو الفيديو الجاي بإذن الله. تمام? يبقى خلاص انت فضلك فيديوهين ويبقى خلاص كده انت خلصت المنهج الحمد لله. تبدأ بقى انت ايه تحل? وهبقى نزل لكم برضو فيديوهات اسئلة وحل وحاجات كده. اه علشان تفتقوا. ماشي? اه تعال نشوف كده البروجيكتايل وركز فيها علشان اه يعني هو الكلام برضو مش جديد ولا اي حاجة احنا بنعيد وبنقرر نفس الكلام تاني. تمام? فاكر في لما كان بينزل من فوق. سيبه ويقع. تمام? سايبه ونازل. كنت بتبدأ من فوق يبقى هو هينزل فانت دلوقتي كنت بتقول ولما ينزل بقى يبقى لغات ما بيوصل لما بيوصل لإيه? طيب انت بقى هو عكس بمعنى ان انت ده انت هتمسكه وتحدفه. اول نوع لي اللي هو يبقى هتحدفه تمام? ماشي. طيب انا لو جيت على القلم دوت وحدفته. حدفته الفوق. هل هيمشي فوق ويتعلق فوق وما ينزلش تاني? لا طبعا انا لو مسكته وحدفته هيقدر يطلع يطلع الفلوسي ما لها? الفلوسي دي كريز. عمالها دي كريز دي كريز دي كريز. لغات ما بيوصل ان في اكسر ارتفاع بيوصل ليه خلاص يبدأ بقى تاني وينزل تاني. لما بيعمل تاني يبقى هو زيه زي ايه? افتكر كده هتبقى هي الجديدة. تمام? وتشتغل عادي. خلاص? فالبرويجيكتايل بقى هتشتغل عليه ازاي? تعال كده نشوف فيه ده. جبت بول كرة صغيرة. هبدأ ازقلها الفوق. مبدئيا لما تبدأ تهدفها الفوق انا انا الشخص اللي بيبدأ يأثر على بالفورس. تمام? فاديت الابجيكت فورس آآ يبقى اكيد مش بزيره. لسه اهو انا مسكت ال انا مسكت الابجيكت وبدأت اأثر على الابجيكت فورس. فانا الفورس اللي عندي اديتها كلها الانرجي اللي موجودة والفورس اديتها ليه الابجيكت فهو معاه بولوستي. تمام? بدأ ان هو يطلع ويتحرك. مسلا في الابجيكت اللي قدامك دوت آآ معاك هنا كان في وطلع وطلع ويبدأ شغال طالع 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 لغاية ما تلاقي ايه? خلاص الفي فاينال بقت كان الفي فاينال بقت زيره. ماشي? طيب طلع بعدين في او مسلا هو هيبدأ من هنا بعد كده يطلع بعد كده بعد كده بعد كده عند الفي سري كان خلاص وصل لماكسيوم هايت يبقى الفي بقت بقت الفي بتاعته. الفي بقت كام? الفي بقت زيره. طيب هيبدأ بقى تاني ويرجع تاني. وهو راجع. يبقى فيه في فورك في فايف في سيكس. نوقات ما ينزل ايه? عالارض للارس تاني اللي هي الفي ايه الفي فاين. طيب ايه الحاجات اللي انت تاخد بالك منها وانت شغال في الفيرتيكل بروجيكت طيب? اول حاجة لما تبدأ تحدف الابجيكت التاعك يبقى الفي انشيل موجودة. لكن فوق خالص الفي فاينال ايكوال زيرو ويرجع تاني. بص بقى. انت مسلا لو جيت على انا همسح الكلام ده. لو جيت على زي دي. اللي عندها الفي كان الفي تو. انا مسلا بص كده وانا بحضف القلم ده الفوق. وهو طالع 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 شايف البوزيشن? انا هسبت ايدي ديت كبوزيشن. ماشي? والقلم ده بدأ يطلع. انا حدفته من تحت وبدأ ان هو ايه طالع. والفلوستي دي كريس. اكيد هيمر على ايه? هيعدي على البوزيشن بتاع ايه ده. في الوقت اللي كان بيعدي هنا في اللحزة ديت كان في فلوستي اللي هي الانستنتينيس فلوستي. وهو خلاص عدى من هنا انا بقى شفت الفلوستي هنا كام? في البوزيشن بتاع ايه دي. وطلع والمفروض خلاص وصل يعني يبدأ يرجع تاني. وهو نازل الفلوستي المفروض ان هي فيبدأ ينزل 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 هشوف الفلوستي في اللحزة اللي يوصل ليها لبوزيشن ايدي تاني. انا بثبت فهو طلع وراجع بيعدي على البوزيشن ده. اللي احنا لقيناه لقينا ان ان الفلوستي وهو طالع للبوزيشن ده نفس الفلوستي وهو نازل ايه? لنفس البوزيشن. يعني الفلوستي كماجنيتيود سيم لكن هو اللي بيكون بمعنى ان انت هنا الفلوستي اوبورد هنا الفلوستي داونوردز تمام? بس دي حاجة مهمة قوي تبقى عرفها ان الفي الفي بتوب بسيم يعني في المكان ده مكان مسلا زي بوزيشن زي ده عنده الفي تو وهو راجع لقيت نفس الفي فور فالفي تو اكوال الفي فور كماجنيتيود لكن الديريكشن واحدة اوبورد التانية يعني الاتنين ايه? خلاص? طيب تعال نشوف كده الكلام ده حاجات مهمة ونحل لبعدها ويبقى خلاص الشرح بتاعنا النهاردة خلاص تمام? آآ تعال نشوف. بيقول لك هتبدأ انت تحدث ايه? ايه? هيبقى عنده بس ما بتكونش كام ما بتكونش زيرو لانه هو يطلع لماكسام هايت فالفي فاينال اللي فهو هي اللي هتكون بكام هي اللي هتكون بزيرو. طيب خلاص ماشي وطالع لفوق. هو هو طالع لفوق دلوقتي طالع باكسليريشن ولا ديسليريشن? هو دلوقتي طالع بديسليريشن لانه هو بيكون للجرافتي عكس الجرافتي بتاعت الايه? الجراوند للارز تمام? طيب طالع عكس الجرافتي يبقى بالنيجاتف يبقى ديات نيجاتف تين ميتر برساكند سكوال ماشي. طب خلاص شفت اول حاجة في الكلام ده. تاني حاجة بيقول لك الفلاصي انت وانت طالع تمام? از اوبجيكت جيتس هاير اند ريتشز زيرو ات ماكسيموم هايت. كل ما الابجيكت كلام ده احنا قلناه اصلا بس انا بقى ايه بقرارك الكلام اللي تقل في الكتاب بس ده كله انا ورته لك على الفجر تمام? لما بتطلع لفوق ماشي عكس الجرافتي يبقى طالع يبقى دلوقتي الفلاصي بتاعتك ديكريز لغاية تفضل ديكريز ديكريز باي ايه? كل ما انت عملت على الفلاصي عملت ايه لا اكتر تمام? لغاية ما بتبقى ايه? زيرو ات ماكسيموم هايت زي ما قلنا. خلاص? طيب دايريكشن الفلاصي مالو. اكيد دايريكشن الفلاصي مش هيفضل طالع بس. ده هو بيوصل لماكسيموم هايت وبعد كده بيرجع. يعني دايريكشن الفلاصي كان طالع ورجع تاني يبقى دايريكشن الفلاصي مالو. امتى بيتغير لما يرجع تاني? يعني طيب لما يرجع يعني ويرجع ينزل يبقى وماشي مع لها يبقى تطلع بايه? هناك كانت يبقى هنا دلوقتي ماشي مع تطلع بايه? خلاص? اه الفلاصي الابجكت وانت خليه طالع لفوق. هتبقى نيوميريكالي اكوال نيوميريكالي اكوال كماجنيتيود للفلاصي ات زي سيم ليفل او سيم هايت وين ات ايه? فالنج داون. يعني الفلاصي وهو طالع في اي لحظة حددت زي ما عملتي بايه دي البوزيشن اللي انت واقف عنده وهو بيعد عليه وهو طالع وهو ننزل نيوميريكالي اكوال لكن ايه اوبزت واي اوبزت دايريكشن بنعمله بايه? بالنجاتف بالمينس. خلاص? اه طيب اخر حاجة هنا بيقول لك اكوال اكوال اف زي فالنج تو زي سيم ليفل اف زا اه بروجيكشن. يعني ايه? يعني انت دلوقتي مسكت القلم ده حدفته الفوق. على ما يوصل اكيد ان هو بيعدي عليه الطايم. الطايم اللي بياخده عشان يتحرك من اللحزة اللي انت بدأت تعمل فيها ايه? ان انت تحذفه. في اللحزة دا يتسجل الايه? الطايم بتاعك لغاية ما يوصل وشوف بقى وقف وابدأ شغل تاني من اول ايه? بس انت هتوقف وتشوف الطايم كام? وابدأ شغل من اول وجديد. وهو نازل لغاية ما يوصل للجراوند. هتلاقي ان الطايم اللي خده علشان يطلع لو زي ماكسر محيط نفس الطايم وهو نازل تاني للايه? خلاص? دي النوتس بس اللي انت تفهمها خلاص? تمام? طب هشتغل ازاي نفس? خلاص? انت هنا في الفرس ايكوشن مش محتاجين نقولهم تاني بقى. الفرس ايكوشن في فاينال ايكوال في انيشيال بلس الجي في تي. طيب معاك الدي من البي انيشيال طايم مز الطايم بلس هاف جي تي سكوار طيب السيرد ايكوشن معاك هيبقى تو جي تي ايكوال الفي فاينال سكوار مينس الفي انيشيال خلاص? تعال نشوف كده على الكلام دوت وخلاص كده شرحنا في فيديو واحد علشان ما ينكونش متأخرين. خلاص تمام? تعال نشوف كده ايكزامبل. اه فيه السؤال ده. سؤال ده بيقول لك اه اه ايكوه ايكونا انيشيال بلاد اكسر باش. طيب تعال نشوف كده بتاعتك. هل في تعال نشوف هتحدى فوق. يبقى دية اللي هي عايز يعني عايز يبقى مبدئيا كده قدامك الاكويشن حاجة من اتنين. اول اكويشن ما تنفعش عشان اول اكويشن هي وطايم. ممكن التانية اللي فيها وطايم وممكن التالتة اللي فيها على حسب برضو. طيب انت لو عايزي تديه عندك طيب هل معاك هو ما قالش بس انت هتبقى فاهم. فاهم ايه? ان انا لما امسك وطلعه الفوق. لما بيوصل بص كده وعايزي هو لما بيوصل معناها البي فاينال بكام? البي فاينال اكوال زيرو. خلاص البي فاينال اكوال زيرو. طيب البي فاينال بزيرو ومعاك وعايز وعايز يبقى تيجعى ولا فيها طايم. انت معاك هنا طايم مفيش. يبقى تشتغل بها. اللي هو اه او الساكند اكوالي اللي هي الدي هتشتغل بالسرد اكوالي يبقى معاك اتو جي دي اكوال بي فاينال سكوار مينس البي نشل اي? معاك اتو الجي. الجي بكم? يبقى ناين بوينت ايت. طايمز انت عايز ايه? انت اصلا عايز الدي فاينال بزيرو خلاص. بس ستعملها باور تو. وي بالكالكليتور هتبدأ تطلع ايه? تبدأ تطلع الدي. لو انت عايز الدي. يبقى هتعمل ناينتي ايت كل دا سكوار هتجي ايه? ديفايدد تو خلاص? طيب بس في حتة صغيرة كده لازم تاخد بالك منها. ايه هي? ان انت هنا طالع مع الجرافتي ولا عكس الجرافتي? انت طالع عكس الجرافتي. بص كده. انت معاك الجرافتي ميدهي لك ده ميتر برسكند. تمام? بس الكلام ده وانت نازل مع الجرافتي ولا? طالع عكس الجرافتي. قالك ايه? يبقى للايه? للايه? يبقى المفروض ده مش بناين بوينت ايت. ده ناين بوينت ايت ميتر برسكند سكوار. خلاص? خلي بالك بقى. يبقى تيجي تحط دية ايه? هنا كده? وهنا كده. تمام? يعني في شغلك لازم تبقى بتحدد انت دلوقتي هنا في دايريكشن. لازم تبقى شايف دا. هيطلع لك الريزلت ده? الانسر بتاعك ده? الماجنيتيوت ده? اقول لك ايه تاني? كل ده يطلع بايه? بصرف ولا نيجاتف? لازم انت تتحدد بايه? بدماغك? وشترتك? وتركيزك? ومذاكرتك? يبقى خلاص دلوقتي من النقطة ديت بما انه طالع عرفت ان الجي هتطلع بايه? بالنيجاتف وعود وطلع بايه? الفاليو بتاعت مين? الفاليو بتاعت دية. خلاص? فتلاقي دلوقتي انه بدي تلعب اه فور هندرد. فور هندرد ناينتي متر. خلاص? طيب. تاني حاجة بيقول لك اعايز اعايز اللي هيوصل به لهايط ده. يبقى انت هنا قدامك اول الايكوش? مسلا. الفي فاينل اكوال الفي انشيال بلس اش جي تايم از تي. الفي فاينل بيكان? الفي فاينل وصل للمكسيموم هايد يبقى الفي فاينل اكوال زيرو. الفي انشيال عندك بيكان? الفي انشيال موجودة بكام? اهي. بلس ايش جي. بايه? بالنيجاتف. خلاص بقى فهمنا يعني ايه? ناين بوينت ايت. طايم انت اصلا عايز مين? عايز الطايم. وتعمل اصول بعد الكالكيليتور او ممكن تشتغل بالرول اللي احنا عارفينه. ايه الرول اللي احنا عارفينه? الرول اللي احنا عارفينه ان انت معاك ايه? معاك الطايم اكوال. في فاينل ماينس بي انشيال. اوفر الايه اللي هي بس الكلام ده. قديم. تعال امسح كده انت شغل مع الايه الجي. بس بالنجة. خلاص? وابدى عوض برضو مفيش ايه? مفيش اي اي مشكلة. فاتيه مسلا تعوض. الفي فاينل اكوال زيرو. الفي انشيال اللي هي ويتشوف الطايم هيطلع عليك كام? هيطلع عليك خلاص? اه كده انا فهمتكم يا ريت يكونوا تكونوا فهمتوا يعني اه انا عارف ان الحصة طويلة شوية بس كان لازم يعني انت شايف اصلا ايه? ان الكهامل اللي على اه شبهوا لل اه تمام? فكانوا الاتنين الافضل ان احنا ناخدهم مرة بعد كده على طول بحيث ان انت ايه اللي هتاخدها تبدأ تعدل في فيها حاجة بسيطة تشيل الايه وتحط ال جي بقى معاك كمان تبدأ تشتغل لكله بقى وتزبط ايه الدنيا كويس خلاص? بازن الله فاضل لكم كده اه فيديو هنا اتنين ويبقى المنهج بتاعك ايه? خلاص خلص اه فيديوهين شرحي بس تمام? لكن طبعا في فيديوهات الحالة هتقدل بتنزل ايه? لغاية بإذن الله اه الفترة والايام بتاعت الامتحانات تمام? اه يا ريد تزاكروا كويس كده وتهتموا وعلشان تقدر ان انت تلم كل حاجة كده اه وخلاص يعني مفيش وقت يعني خلاص انت دخلت في الجد لازم ايه يعني لازم تبدأ تزاكر كويس علشان بقى ايه ما تجيش في الاخر تقول انا عايز الم والكلام ده كله مش هتقدر ان انت تلم الكام الكبير ده تمام? فهتم بقى واحترم نفسك كده وذاكر كويس علشان ربنا يوفقك ويكلمك بإذن الله تمام? اه اتمنى لكم التوفيق كان معاكم دكتور مصطافي علي مستر الفيزيكس مع الفسنة.